السلام عليكم اليوم عدنا هاي اكاسية جالوكا و اكاسية مصري طبعا راح نتعلم شون زراعتها هاي البذور عدنا البذور و راح نتعلم الطريقة شون نزراعها هس هاي البذور راح ننقاحها هاي البذور طبعا نقدر نقاحها سس ساعات اكثر من سس ساعات طبعا اي بذرة اي واحد اذا ما عنده خبرة يعني بالبذور اكو بذور مثلا خمس ساعات سس ساعات وأكو بذور لا مثل خمسة أيام ستة أيام إحنا البذرة إن خليها مجرد بس يبدي الانتفاخ بيها نقدر نزرعها لأن هاي البذرة يجوز إذا ما النقعها الظل أيامي يلا تطلع يعني أمرها تجوز شهر حسب الأنواع البذور بس هاي عدنا البذور هس هاي البذور البذور النقعها في هالطريقة هاي خلي هس الساعات أكثر هس هاي هاي عدنا بذور هسه منقعينه هاي البذور المنقعينه هاي نقعنا هين شون انتفخها هاي البذور بدن بدن انتفخت هاي البذرة انتفخت هاي هاي بيينت انتفخت بعد هاي مجرد بس نزرعها يعني تطلع أيام كلش قليلة وتطلع فس هاي راح ناخذ الناس صينية زراعية ونزرعها ونشوف هاي عدنا صينية زراعية هاي نحبيها بهالطريقة هاي هاي بعد ما انتهينا من هذي هاي نضغط بهالصورة هاي عرمود نقدر نخلي البذور هاي نضغطها هاي قدنا البذور ناخذ بدرة بدرة بهالشكل هاذ هاي بعد ما انتهينا هاي نقطيها في هالطريقة هاي طبقة خفيفة هاذا بتموس كميش نزرع بتموس على ممكن نسهل عملية الانبات اسرع يعني نقدر نزرعها بأي تربة بس اذا ريد النبتة يعني مثلا اسرع سرعة الانبات صير نوفر لها يعني مثل بشهر صير ارتفاعها مثلا خمس وعشرين سانتيم عشرين سانتيم بس إذا نخليها بهاي التربة العادية يجوز ما صير يعني ارتفاعها صبعين ما يصير يعني فرق هاي انتهينا نرويها هسه هاي نرويها فالطريقة هاي هاي ريها غزيرة طبعا هي تنبت سبع تايام اكو بذور اقل واكو عشر تايام تنبت هاي عدنا بذور هسا راح نشوف البذور الزارعين هين بدنا بالانبات هاي بدنا بالانبات مالتين طبعا توهم باديات بالانبات هاي اكو بهن يعني طلعا اكو بهن بعدهن هس ان شاء الله مستمرات ساي شنو حسب قوة الانبات مال البذرة اكو بذرة صير سريعة وكو بذرة تأخر يعني هسا ذني سبع تايام وكو بهن قابل سبع تايام وكو كثر من سبع تايام بس ذني هسا لا صار هن ثمان تايام من طلعا ثمان تايام شوي اكثر هذنه هنا هاي هي الاكاسي طبعا هاي الازهار مالتها مستمرة بالخريف وبالربيع طبعا هاي اكاسي جالوكا او مصري طبعا تتحمل اشد درجات الحرارة يعني عدنا بالبصرة خمسين خمسة وخمسين تتحمل وتتحمل برودة يعني والدليل هي مزروعة بمشهد توصل درجة البرودة يعني تنزل سبعة جو الصفر خمسة جو الصفر يعني تتحمل برودة هم عالية وتتحمل ملوحة يعني احنا العام وصلت درجة الاملاح عدنا اثنعاش اكثر اثنعاش اقل اثنعاش يعني وصحيح صار بيها تساقط بالاوراق بس هي مستمرة طبعا تصلح للمتنزهات للحداق شكل كلش علوي يعني ازهارهم فصلة نهية ازهار يعني مستمرة وهاي هسا هاي بعد الازهار هاي هاي القرون او اصابع هاي هاي بدت هاي جديد هاي بذور هاي سير بيها بذور هاي الازهار مالتها على شكل عناقي طبعا مستمرة هاي صار الهتاء تقريبا هاي صار لها شهرين مستمرة بالازهار وبعد هسا احنا شهر الثنعاش وهي بعدها مستمرة هاي الفراشات عليها والنح الهمة مستمرة عليها شجرة مقاومة الاملاح ومقاومة الحر والبرودة يعني مناسبة كلش مناسبة اه الجونة بالعراق طبعا تنزرع بالبذور بنسبة البذور نجاح يصير اسرع واحسن بالعقل شوية بالعقل شوية تتأخر بتقييد الهوائي نفس الشي يعني هي صحيحة سمن زراحة احنا بس شنو تريد رطوبة يعني هي اصير امرار من واحد يزراحها مثل ظله شهر او اكثر من شهر تبدي يعني العصارة مع القلم تدفع وتالم بعدها تموت بس دارد نحافظ عليها نخليها رطوبة عالية خاضرة اصير نسبة النجاح عالية يعني بس دارد نزرع هاتش مباشرة احتمال تفشل يعني الاقلام تفشل بالترقييد هم تنجح بس يعني شوية تتأخر ممثل بقية الاشجار بس اضبط شي يعني دارد نسبة النجاح بالبذور البذور نسبة النجاح عالية والبات تصير عالي وطبعا يختلف تصير الارتفاع مالتها من مكان المكان هس هاي احنا هاي مزروعة هاي بدت بالسنة الرابعة يعني رح يصير لسنة رابعة بيها ازهار مستمرة وتحملت اشد درجات الحرارة يعني اشقد ما يعني واحد يقول بعد درجة حرارة البصرة شجرة حلوة